بأزمة لاعبي نادي الزمالك الثنائي مصطفى شلبي ودونجا صبحي الحمد لله خرج منها طبعاً كلكم تابعتوا وإحنا مفردنا مبارح بفضل الله بلقطات تاخدت على السوشل ميديا كلها اللي هي قدام حضراتكم دي كيف تصرف الثنائي بشكل غير مقبول وغير أخلاقي على الإطلاق ودي الأمن بيحاول يمنعهم وإذا بألكمات تنهال والضرب على رأس رجل الأمن ينهال والفيديو قدام حضراتكم واضح جداً ودي لعبة الزمالك بيحاول يشده مصطفى شلبي عمر جابر ودونجا وتم الاعتداء على رجل الأمن هذا حدث بالأمس مع الأسف هم تصوروا أن هم في استاد القاهر وأن الأمور هتمشي بالطبطبة ومع لش يا حبيبنا هنبوس راسك يا صديقنا وينتهي الأمر مع الأسف لأن احنا أحياناً بنميل قوي للحلول المهلبية لكن في هذه الدول هناك انضباط وهناك احترام للقانون رجل الأمن توجه إلى قسم الشرطة وحرر محضر ورفع هذا المحضر إلى النيابة العامة وحتى دولة الإمارات أو أي دولة مناش دولة الإمارات أي دولة ليس من حقها أن تتنازل عن حق شخصي لإنسان أهين أو ضرب يعني ما ينفعش على الإطلاق ييجي مثلاً رئيس الشرطة أو ودير الداخلية أو أي مكان يقول لا لا خلاص موضوع أنت لا هذا حق إنسان هذا الإنسان طلع فرد أمن طلع زابط طلع أي حاجة في النهاية هو إنسان والوقعة مصورة وموثقة قدام حضراتكم بالفيديو يعني لا مجال هنا للإنكار ومصطفى شلبي أخذ من أول الدكة لأخر الدركة وفاتح سبرينت وضرب الرجل على رأسه بطريقة مهينة شيء غير مشرف يا جماعة شيء غير مشرف يا جماعة أنا بقول أبسط العبارات طيب راح الراجل وحرر محضر وهذا حقه الطبيعي جداً في ظل نظام وسيستم واحترام للقانون بدون طبطبة ولا مهلبية زي ما أنا قلت من شوية وبعد أما اتعمل المحضر اللعيبة مبارح أصر كابتن حسين لبيب والمجموعة لاصطحابهم في الأوتوبيس وراحوا على الأوتيل النهاردة تم استدعاءهم الصبحية رفقهم كابتن حسين لبيب والأستاذ المحترم حسام المندوغ إلى النيابة فضلوا موجودين خلال التحقيقات الطويلة وتصوروا أن هما هيرجعوا باللعابة ولكنهم فوجئوا باحتجاز اللاعبين ورفض الإفراج عنهم من صرايا النيابة وبالتالي قعد كابتن حسين لبيب في الإسم والأستاذ حسام المندوغ ورفض المغادرة حتى هذه اللحظة اللي أنا بكلم فيها طيب إيه اللي حصل في الساعات القليلة الماضية هناك قرار ما أو أمر ما بتوقيع غرامة ملية قدرها 600 ألف درهم وتم سادات هذا المبلغ والشيء اللي هقول إيه اللي يخجيلك إن مجلس أبو طبي الرياضي دفع جزء ليس بالقليل من هذه الغرامة يعني الناس بيتفعلنا الغرامة اللي علينا نتيجة أخلاقيات لعابتنا ترجمة نانسي قنقر